عزوف بعض التجار عن شراء الدولار من القانوات الرسمية وذهابهم إلى السوق السوداء لسحب الدولار النقدي رغم التسهيلات الكبيرة المقدمة من البنك المركزي والمصارف المجازة ما زال يؤثر على فارق سعر الصرف بينما أقر له رسمياً وما يتداول بالسوق السوداء شركات ذات وكالات غير عصلية أو من دول معاقبة أو ممكن أن يكون موظفاً حكومياً وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بالذهاب للمصرف لأنه الموظف المادة خمسة من انضباط موظفي الدولة التي تسمح له بموارسة أعمال أخرى بالتالي هناك طلب على النقدي أكثر مما تعرضه البنك المركزي لجنة دعم الدينار تؤكد أن أغلب المعوقات التي كانت تقف في طريق الدخول إلى المنصة تم تجاوزها وأن أغلب المصارف تعمل على توفير الدولار للشركات وصغار التجار بالسعر الرسمي لتمويل التحويلات الخارجية وحركة التجارة ما أقول لك كل العراقل انتهت في كل صراحة أغلبها انتهت إن شاء الله وتم القضاء عليها والإشراف مباشر من قبلنا على هذا الموضوع والأمور بطريقة سلسة قاعد تمشي في المصارف التجار الذين تتم عملية إجراءات الأصولية والوثائق الثبوتية للحوالة يفتح حساب في المصرف وتتم حوالة بطريقة سلسة ومريحة جداً ويستمر البنك المركزي في حزمه الإصلاحية المالية بهدف تنظيم عملية ما زاد العملة الأجنبية عبر سلسلة الإجراءات المصرفية في مقدمتها المنصة الألكترونية لبيع الدولار للشركات ورجال الأعمال فضلاً عن توفير الدولار للمسافرين والمرضى وطلاب البعثات في المصارف وشركات الصيرفة من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية